على خلفية الأزمة الأخيرة بين لبنان وإسرائيل حول حقل كارش للغاز في البحر المتوسط أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كبير مستشاري الوزارة لأمن الطاقة آموس هوغشتاين سيجري زيارة خلال الأسبوع القادم إلى لبنان لبحث هذا الملف مع المسؤولين في بيروت الخارجية وفي بيان أوضحت أن هوغشتاين سيبحث خلال زيارته إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء مسألة أزمة الطاقة في لبنان وسبول حلها إضافة إلى ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل كما أشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تأمل في توصل لبنان وإسرائيل إلى قرار نهائي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما لتحقيق الاستقرار والازدهار لكل البلدين بحسب تعبيرها وكانت السلطات اللبنانية قد دعت في بيان يوم الاثنين الماضي هوغشتاين لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل بعد وصول سفينة إنتاج وتخزين إلى حقل كارش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها من جانبها تؤكد إسرائيل أن حقل كارش يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان كما تأتي زيارة المسؤول الأمريكي إلى المنطقة على خلفية التهديدات التي أطلقها الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني ضد إسرائيل محذرا إياها من استخراج الغاز من حقل كارش قبل انتهاء المفاوضات يذكر أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية والتي انطلقت برعاية أمريكية منتصف 2020 توقفت بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها ترجمة نانسي قنقر